قرابة الخمسة عشر عاما مرت منذ وفاة الشاب المغربي التهام بناني كان غيابا غامضا في مدينة المحمدية بعد تحقيقات متعددة لم تصل لكامل الحقيقة ثم عادت قضية الشاب مرة أخرى إلى دائرة الضوء بجهد من والدتها التي لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي كان التهام بناني يبلغ من العمر عندها سبعة عشر عاما عندما اختفى في مارس آذار عام الفين وسبعة أي قبل خمسة عشر عاما ودعته أمه وهو يخرج من البيت ليذهب برفقة أصدقائه خرج ولم يعد منذ ذلك الحين حسب الأم حياة العالمي بقيت القضية مصنفة ضمن حالات الاختفاء لأكثر من اثنتين عشرة سنة ثم ظهرت معلومات أن الشاب توفي بجرعة زائدة من المخدرات أو الحبوب المهلوسة تحولت القضية إلى القتل العمد ضد مجهول من دون أي اعتقالات أو تهم ثم تدخلت الشرطة القضائية في التحقيق لتسفر عن اعتقال ثلاثة من أصدقائه بالنسبة للأم خرجوا مستعجلا ليلحق بأصدقائه حددت هوية أحدهم وطالبت بإعادة فتح القضية والتحقيق ثم من الاعترافات تبين أن الصبي أصيب بأزمة بسبب تناوله مخدرات وهو في السيارة فتركه أصدقائه في العراء لواجه مصيره حسب ما ورد في الملف خرج مزروب ما تغداش تغداب الزرباء خرج مزروب صار في أصحابه كتسنوه حالي قلت قلت سابقا أصحابه كتسنوه أركب معهم أمشان بشتهم بأم عيني متابعين يعني متابعين لحد الآن بقي ما قالوش قالوك متلنا وحطينا هنا بقي مسائلة قدروا في حلقة مفرغة بقي ما عرفناش الخيط الأسود من الخيط الأبيض القضية سجلت ضد مجهول ثم تحولت إلى القتل العمد ضد متهمين تم توقيفهما بينما لا تزال شكوك الأم بأن هناك محاولات للتستر حول سبب الجريمة تستروا لا مهم كيبقى الأمر بين الدين أولياء أولياء لأصدقاء نحن ماشي معهم دقة دقة نحن ما نقول ولو أمام القضاء يأخروا يأجلوا لا ماشي مشكلة لهم ما تقدروا مسائل ديرهم قانونية مشكورين على المجهودة ديرهم وإن شاء الله هذا يسكن عدلة بإذن الله العالمي لاقت موجة من التضامن خاصة من مؤثرين مغاربة مثل المؤثر الناشطة في يوتيوب صفاء عافكم القاس بأن الملف تحول من قضية اختفاء القضية دير القتل عام ضد مجهول هاد الأم كتطالب وكتنشد أي واحد في ديه يساعدها باش تقدر تعرف شنو قع بالضبط في ذاك اليوم الأسود دير 14 مارس 2007 وش واحد من مور هاد الشي كيخبي الأديلة وش عائلات هادوك الولاد كيحميوهم نقلت مسائل إعلامة مغربية أيضا وجهة نظري أحد أقارب المتهمين قالت إن التهام توفي بجرعة زائدة من المخدرات وأن أصدقاءه كانوا مراهقين أيضا في ذلك الوقت حاروا في أمرهم فتركوا جثته في العراء وأن الضحية كان مدمنا على المخدرات وأن شقيقها نفى لها أن تكون لهم أي نية بقتله حسب تصريحاتها لنأتي إلى التغريدات عماد شهبوني يقول نحن لا نشك في ثقتنا في القضاء المغربي لكن هذه القضية فيها شكوك كثيرة هل فعلا لم يستطع حل لغزها منذ 15 سنة بدوري قررت المشاركة في تفعيل الهاشتاك مريم أميرة تقول القانون فوق كل شيء يجب التحقيق من جميع أو التحقق من جميع المتورطين التحقيق مع جميع المتورطين في طمس قضية تهامي بناني من جديد حنان طازي بغينا سيدنا يدخل على أو يدخل على الخط طبعا تخاطب الملك تقول إنه يجب أن يدخل على خط هذه الأسرة المكلومة وش اللي عنده شيء نفوذ يعمل في أولاد الشعب ما بغى كلنا تهامي بناني أمير مساعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هناك تدليس وغموض في هذه القضية لكن الله سيشهر الحق فاطمة الزهرة تقول الأم الحقيقية هي هذه لعمرها اتفرط في حق ولادها كيف ما كان الحال هذه السيدة هي أمني وأمنا أمنا كلنا وإحنا معاك حتى يباني الحق المكتب المغربي لحقوق الإنسان أصدر بيانا يندد بكل الأشخاص الذين يحاولون إغراق القضية جاء فيه نطالب المؤسسات القضائية بتفعيل جميع الوسائل من أجل ضمان محاكمة عادلة وشفافة لكشف جميع الحقائق شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها